ولاية القضارف شرقي السودان هي الولاية الزراعية الأولى في البلاد تنتج عددا من المحاصيل الزراعية في مقدمتها السمسم والذرة إضافة إلى القطن طويل التيلة الذي أدخل حديثا في مساحات مقدرة من ولاية القضارف ولكن لإصلاح هذه المساحات الزراعية هناك مشكلات وعقبات تواجه عددا كبيرا من المزارعين في ولاية القضارف منهم عمر مصطفى واحد من هؤلاء المزارعين عمر ما هي الصعوبات التي تواجهكم في الاستعداد للموسم الزراعي؟ حقيقة المشاكل عددا بتواجهنا نحن ابتداء من الصيانة منطقة الصناعية قطوات الكهراء مرورا بالتمويل من البنوك في واجهتنا مشاكل والمشكلة الأكبر الآن في الوغود الزراعي الضعف أضعاف مبالغة حاجة لا تطاع ولاية القضارف تستهدف زراعة ثمانية ملايين فدان للموسم الزراعي الحالي منها ستة ملايين فدان بمحصول الذرة وأكثر من مليون فدان لمحصول السمسم ومئتا ألف فدان لمحصول عباد الشمس تساهم ولاية القضارف كذلك برفض خذينة الدولة بأكثر من ثلاثة مليارات دولار من محاصيل الصادر مثل السمسم والقطن وعباد الشمس في ولاية القضارف أكبر سوق للمحاصيل الزراعية في السودان هنا يتم تحديد سياسة العرض والطلب بالنسبة للمحصولات الزراعية وأيضا يتم تحديد أسعار هذه المحصولات إدارة أسواق المحاصيل إدارة حكومية تعنى بتسويغ المحاصيل وحفظ العلاقة ما بين البايع والمشتري ورصد حركة المحاصيل وبها تتحدد أعلى سعر وأدنى سعر من واغع آلية السوق ارتفاع تكلفة الانتاج أو ارتفاع مدخلات الانتاج تأدي إلى تدني الانتاجية ارتفاع أسعار الأسمدة بالنسبة للمزارعين ستزيد أيضا بطبيعة الحال كلفة الانتاج بالنسبة لهم وكذلك يشكون من تمويل بشروط قاسية هكذا يتحدثون تكلفة الانتاج بقول المزارعين أنها تكلفة الانتاج عالية هي دانة طبيعي لأن تحرير الأسعار وارتفاع أسعار العملة بأسر تأثير بالغ على المدخلات ليس الأسمدة إنما كل المدخلات من المبيدات وتقاوى وخلافه ارتفاع كلفة الانتاج التي يتحدث عنها المزارعون من شأنها التأثير على ندرة المحاصيل الزراعية وربما ارتفاع أسعارها أيضا أسامة سيد أحمد الجزيرة من ولاية القضارف شرقية السودان